ترجمة نانسي قنقر في دورة الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والتي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وفي كلمته أكد بن دينا على موقف مملكة البحرين الداعم للجهود الدولية الرمية للحفاظ على البيئة مشيدا بالدور الذي تقوم به الدول المستضيفة للمحافل والمؤتمرات العالمية المتعلقة بشؤون البيئة والمناخ وأشار سعادة الوزير إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تنفيذ خارطة طريق طموحة لتحقيق التزامها الكامل بمواجهة التحديات البيئية والمناخية والاستثمار في قدراتها وإمكانتها بهدف الحد من التلوث بمختلف مصادره وتعزيز ممارسات التحول الأخضر وذلك عبر تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتحسين إدارة الموارد المائية وزيادة تبني تقنية الزراعة المستدامة كما أكد سعادته دعم مملكة البحرين الكامل للمملكة العربية السعودية الشقيقة في صدافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ترجمة نانسي قنقر